السلام عليكم مباشرة وبدون مقدمات إذا كنت تتناول البسكويت أو البيتيفور أو الحلويات مع القهوة وتتناول المعجنات والفطائر والوجبات السريعة والجاهزة وأيضا إذا كنت تتناول عصائر الفاكهة والمربيات وخبز القمح والبطاطا المقلي بزيت القلي النباتي المكرر المصدر الأساسي والأفضل للطاقة هو الدهون الدهون تزودنا بالوقود لفترة أطول وبطريقة أفضل وأكثر استقرارا الحبوب بشكل عام لها تأثيرات سلبية بطريقة أو بأخرى على الصحة وأجهزة الجسم بالرغم من فوائدها لكن يبقى الشوفان هو الأفضل من بين هذه الحبوب فإذا كان لابد من الاعتماد في غذائك على الحبوب فإن الشوفان هو الخيار الأفضل بالتأكيد إن المستوى الجيد للسكر في الدم بشكل طبيعي هو 70 إلى 80 لحد 90 نحن نقول أن المجال الطبيعي هو 70 إلى 110 لكن المستوى الجيد هو 80 إلى 90 هذا بالنسبة للسكر الصيامي وبعد تناول الطعام يتغير قليلا ويصل إلى 120-130 لكن بعد عدة ساعات يعود إلى 80-90 هذه المستويات نجدها عندما نكون أصحاء وأشخاص طبيعيين والبنكرياس لدينا يعمل بشكل طبيعي ولدينا حساسية تجاه الإنسولين والإنسولين يفرز بشكل طبيعي ويقوم بضبط السكر وإعادة مستوى في الدم إلى المستوى الطبيعي لكن مع وجود مقاومة إنسولين لدينا فإن مستوى السكر في الدم يكون مرتفع أكثر ومدة ارتفاعه تطول أكثر وهذا يتوقف على التقييم الدقيق لمقاومة الإنسولين ومستوى السكر التراكمي الذي يكون في هذه الحالة بين 5.7 و6.4 لكن الطبيعي والجيد جدا هو 5.2 أو أقل يجب أن لا نكون على حافة المشكلة والمرض يعني 5.7 ليس جيدا كما يظن البعض فهو يشير إلى أننا على حافة مقاومة الإنسولين ومرحلة ما قبل السكر نوع تاني لذلك وبالعودة لموضوعنا الأساسي اليوم فإن تناول الكربوهيدريت مع وجود مقاومة الإنسولين الإنسولين لن يعمل بشكل صحيح ولن يخفض مستوى السكر في الدم وكذلك عند مريض السكر نوع تاني الذي يكون السكر التراكمي لديه فوق 6.4 للأسف هناك مرض سكر نوع تاني السكر التراكمي لديهم هو 8 أو 9 ويصل لحد 13 أو 14 دعونا نتحدث قليلا عن أمر هام هو مستوى حساسية الإنسولين فعندما يكون بين 3 و 5 يعتبر جيد جدا أما رقم 10 فهذا يعني مقاومة إنسولين مستوى 20 يشير لمرض السكري وربما يصل في بعض حالات السكري إلى 35 أو 40 هذه التفاصيل الهامة هي من تحدد ما هو مسموح أن نتناوله من الكربوهيدريت عند تناول كميات كبيرة من الكربوهيدريت فإن الجلوكوز أو السكر يتحول إلى دهون في الدم الدهون الثلاثية تتراكم في الدم وترتفع نسبتها الشخص الطبيعي تكون الدهون الثلاثية لديه 60 أما مريض مقاومة الإنسولين فتكون لديه بحدود 140 وعند مريض السكري ترتفع الدهون الثلاثية وتصل ربما إلى 300 أو أكثر إذن تناول كميات كبيرة من الكربوهيدريت يرافقه ارتفاع مستوى الإنسولين وزيادة في مقاومة الإنسولين وتخزين كمية أكبر من الدهون لذلك فإن استخدام الدهون كمصدر للطاقة وتقليل استهلاك لللوكوز أو الكربوهيدريت هو أهم خطوة للتخلص من مرض السكري ومن مقاومة الإنسولين وخفض السكر الصيامي والسكر التراكمي والدهون الثلاثية وأيضا تنزيل الوزن الزائد فالقاعدة هي الدهون تحرق الدهون تناول الدهون الصحية يؤدي إلى خفض الدهون الثلاثية وحرق الدهون المتراكمة في الجسم شوفان هو خيار صحي جيد للشخص الطبيعي أنصح بعدم إضافة السكر له وأجد أنه من المفيد إضافة القليل من المكسرات له ولمن يرغب يمكن إضافة ملعقة طعام كبيرة ممسوحة من بذور الشيا أو ملعقتين طعام من بذور ليقطين لكوب من الشوفان هذا سيرفع نسبة الدهون الصحية ويرفع مستوى البروتين ومستوى الألياف ويخفض مستوى الكربوهيدريت وهذا سيكون له تأثير هام في خفض مستوى السكر بالدم إذا كنت بصحة جيدة وتحب الشوفان تناوله باعتدال مرة في اليوم ممكن ثلاثة إلى أربع مرات في الأسبوع الحصة هي نصف كوب من الشوفان الجاف أو دقيق الشوفان يصبح بعد الطهي حوالي كوب أما إذا كنت مريض مقاومة إنسولين فالأفضل تقليل استهلاكك للشوفان يمكنك تناول نصف كوب من الشوفان المضخي بين الحين والآخر كل حوالي أسبوع إلى عشر أيام أما إذا كنت مريض سكري نعتاني فالشوفان ليس خيارا جيدا بالنسبة لك لا تظن حتى لو أنك شخص طبيعي بأن تناول الشوفان كوجبة إفطار صباحا هو أمر هام وصحي كما يروج له فاتباع نظام الصيام المتقطع هو أمر في غاية الأهمية لعيش حياة أطول وبعيدا عن الأمراض في الصيام المتقطع ليس هناك وجبة فطور صباحي مبكر هناك وجبة تان بفاصل أربعة إلى ست ساعات يعني مثلا إداعش صباحا وخمس مساء وخلال ساعات اليوم الأربعة وعشرين يمكن تناول المشروبات الدافئة شاي قهوة بابونج وغيرها بدون سكر طبعا وأيضا يمكن شرب الماء الشوفان إذن غذاء جيد وصحي خاصة وأنه من الحبوب وقسم من الألياف في الشوفان وهي الألياف القابلة للذوبان تعمل كغذاء للبكتيريا النافعة برو بايوتيك لكن مقارنة ببذور الشية فإن إضافة ملعق الطعام كبيرة ممسوحة من بذور الشية أفضل مقارنة بكوب الشوفان بعد الطهي فإن في هذه الملعقة 3 أضعاف الألياف المفيدة والقابلة للذوبان مقارنة بالشوفان ولذلك فإن هذه البذور مفيدة وصحية بشكل أفضل عند إضافتها لكوب من لبن الزبادي وهذا جيد للشخص الطبيعي وأيضا لمريض السكري ومريض مقاومة الإنسولين ومريض الكوليسترول ومريض دهون الكبد وأيضا لمريض القولون شكرا لفريق الإعداد في قناتي شكرا لهم جميعا وأخص بالشكر زوجتي الفاضل الدكتورة أكابر خضور علي استشارية الأمراض الباطنية وأخصائية التغذية التي تشاركني في صناعة محتوى قناتي تقنيا وعلميا كونوا بخير بإذن الله دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك وتعليقاتكم الحلوة شاركوا الفيديو شوفوا الفيديو أكتر من مرة واكتبوا بالتعليقات الاسم وبأي بلد أنتوا عايشين ووصلوا الفيديو لأصدقائكم والأكبر عدد من الناس لتعمل فائدة تعليقاتكم حول اللي انطرح بالفيديو بتهمني جدا وكتابة كل واحد منكم عن تجربته بتهمني كتير بحبكم جميعا عائلتي الجميلة عائلتي الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته